اشتركوا في القناة ولكن الله ابتله بالمرض والفقر ليختبر صبره وإيمانه لم يفقد إيمانه أبداً وظل يحمد الله على كل حال وما أجمل صبره رغم كل ما فقده لم يشك من مرضه ولا من فقره كان يثق في رحمة الله ويدعو بقلب مخلص كانت زوجته أيضاً مثالاً في الصبر والوفاء ظلت ترعاه وتعتني به رغم كل الصعوبات حقاً وعندما أصابه المرض كان يعيش في عزلة ولكنه لم يفقد أمله في الشفاء كان يردد دعاء التوكل على الله ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وفي النهاية جاء الفرج من الله أمر الله أيوب أن يضرب برجله الأرض فانبجست عين ماء وأمر بالاغتسال منها فشفه الله من كل مرض وهكذا عادت له صحته وثروته ورد إليه أولاده كانت هذه المكافأة على صبره وتوكله على الله وما أجمل الدروس التي نتعلمها من قصته الصبر على البلاء والثقة في الله تجلب الفرج في النهاية حقاً فكل شخص فينا قد يواجه مصاعب في حياته ولكن علينا أن نتذكر دائماً قصة سيدنا أيوب عليه السلام نعم وعلينا أن نتعلم منه كيف نكون صابرين ومتوكلين على الله في كل ظروف الحياة إذن لنجعل هذه القصة مثلاً نقتدي به في حياتنا ونتذكر دائماً أن الله لا يترك عباده المؤمنين وفي النهاية الصبر هو المفتاح لكل خير لن نفقد الأمل ما دون نؤمن برحمة الله وعلينا أن نكون دائماً ممتنين لما أعطنا الله وأن نحمده في السراء والضراء بلا شك إن الله مع الصابرين وقصة سيدنا أيوب عليه السلام هي أحسن دليل على ذلك ولا ننسى أن سيدنا أيوب عليه السلام لم يكن يصبر فقط بل كان يشكر الله على كل نعمة صغيرة أو كبيرة رغم كل ما حدث له لم يفقد شكره وحمده لربه نعم هذا يذكرني بأن الصبر والشكر هما جناح الإيمان من يصبر على بلاء الدنيا ويشكر في السراء يكون من الفائزين في الدنيا والآخرة ويجب أن نتذكر أن الله يبتلي من يحبهم ليرى صبرهم وإيمانهم قصة سيدنا أيوب عليه السلام تعلمنا أيضاً كيف نكون قريبين من الله في كل الظروف صحيح فالصبر لا يعني فقط تحمل المصاعب بل يعني أيضاً الإيمان بأن الله سيخلصنا من كل كرب في وقته المناسب وقد كان سيدنا أيوب عليه السلام أفضل مثل على ذلك كم هو مؤثر أن نفكر في كيفية صبره على كل تلك المحن إن هذا يشعرنا بأننا نحن أيضاً قادرون على تحمل أي محنة تواجهنا إذا كان لدينا ما يكفي من الإيمان والصبر صحيح ولنتذكر أيضاً أن الصبر على البلاء يزيل الذنوب ويقرب العبد من الله لو لم يكن للصبر إلا هذا الفضل لكفى وفي النهاية يعلمنا سيدنا أيوب عليه السلام أن لا نفقد الأمل أبداً في رحمة الله رحمته تأتي في الوقت المناسب وقد يكون البلاء بذاته نعمة تخفى علينا لذلك يجب أن نكون دائماً مستعدين لكل احتمال وأن نتوكل على الله في كل أمر قصة سيدنا أيوب عليه السلام تلهمنا بهذا نعم ونجعل هذه القصة دائماً في ذاكرتنا لنستمد منها القوة في أوقات الشدة ونتذكر أيضاً أن الله يكون مع الصابرين ومع من يثبتون إيمانهم في وقت المحنة صحيح جداً وأتمنى أن نكون جميعاً قد تعلمنا درساً قيماً من هذه القصة فنتعهد أن نكون مثل سيدنا أيوب في صبرنا وإيماننا إنه لعهد قوي يجب أن نفي به ونكون دائماً على ثقة بأن الله لا يترك من يتوكل عليه صحيح فالله سبحانه وتعالى هو ملاذنا في كل حال ولو تفكرنا في قصة سيدنا أيوب عليه السلام لوجدنا أن الصبر لم يكن مجرد تحمل للمحنة بل كان تجلية للإيمان وقربة إلى الله نعم وأحسن ما في القصة أن الله لا يخلف وعده أبداً فعندما صبر سيدنا أيوب عليه السلام كان الجزاء أن أعاد الله له كل ما فقده وأكثر هذا درس قيم لنا نحن في حياتنا نواجه كثيراً من التحديات والمحن ولكن إذا استطعنا أن نصبر ونتوكل على الله فسوف نجد الفرج في نهاية المطاف إذن ما أجمل أن نتذكر هذه القصة كلما واجهنا صعوبة أو بلاء لنكن صابرين ومؤمنين بأن رحمة الله قريبة وبذلك نستطيع أن نتغلب على أي شدة الصبر هو القوة الحقيقية ومع الإيمان والثقة بالله لا شيء يستطيع إضعافنا دعونا نجعل هذا الحوار درساً نحمله في قلوبنا لنكن صابرين في كل محنة ونتذكر دائماً أن الله مع الصابرين أحسنتما لنكن مثل سيدنا أيوب عليه السلام في صبرنا وإيماننا ونكن دائماً متفائلين برحمة الله وفرجه ففي نهاية المطاف سيدنا أيوب عليه السلام قدوة لنا في كيفية التعامل مع الشدائد إذا استطعنا أن نتبع نهجه سنجد أن كل محنة تصبح في الحقيقة فرصة للتقرب إلى الله وما أجمل أن ندرك أن الله يختبر عباده ليزيل عنهم الذنوب وليقوي إيمانهم إنه لشعور بالطمأنينة عندما نعلم أن كل ما نمر به من بلاء يؤدي بنا إلى مزيد من القرب من الله إذن لنتفق على أن نكون دائماً على إيمان وثقة برحمة الله وقدرته على تفريج الهموم كما كان سيدنا أيوب عليه السلام صابراً محتسباً فلنكن نحن أيضاً وفي ذلك نجد أن قصة سيدنا أيوب عليه السلام تعليم لنا كيف نكون قويين في إيماننا ومتمسكين بالصبر في أوقات المحنة نعم ويجب أن نحمل هذا الدرس معنا في كل مرة نواجه فيها صعوبة فالصبر ليس ضعفاً بل هو قوة تستمدها من ثقتك في الله وبذلك سنكون قادرين على تحمل كل تحد في الحياة لنستمد العبارة والقوة من سير الأنبياء ونكون دائماً متفائلين بأن الله معنا في كل وقت شكراً جزيلاً على هذا الحوار المفيد أتمنى أن نكون قد تعلمنا جميعاً درساً قيماً من قصة سيدنا أيوب عليه السلام بل طبعي فهذه القصة تزرع في نفوسنا الأمل والصبر في مواجهة كل تحد لنتفق أن نكون دائماً قريبين من الله في كل ظروفنا وأن نستمد من صبر سيدنا أيوب القوة في حياتنا اليومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر